السلام عليكم ورحمة الله هذه بشارة من الله لك إذا تأخر عليك الفرج طبعا أيها الأحبة كل الكلام الذي سنقوله هو على ضوء القرآن الكريم ومستوحى من قصص أنبياء الله عليه السلام هؤلاء الأنبياء هم قدوة لنا معظم الأنبياء تأخر عليهم الفرج وسنأخذ أمثلة هي مواسى لك أخي الحبيب وبشرة لك ولتدرك أن وراء هذا التأخر خيرا كثيرا انظر أخي الحبيب سيدنا نوح عليه السلام سنبدأ به لأنه صبر كثيرا وعانى كثيرا واستهزئ به كثيرا وحاول قومه إبعاده وتآمروا عليه وسخروا منه ولم يتركوا شيئا إلا فيه أذن إلا وفعله معه ألف سنة إلا خمسين عاما تصور تصور كل هذا الصبر يصبره سيدنا نوح ويتأخر النصر تسعمائة وخمسين سنة أنت كم تحملت وكم تأخر الفرج عليك سنة سنتان عشر سنوات ألف سنة إلا خمسين عاما الله أراد أن يحكي لنا هذه القصة ليواسي بها كل إنسان يتعرض للسخرية للأذى يشعر وكأن الله قد تخلى عنه أو أنه لن ينصر ولن تحل مشكلته فسيدنا نوح أيها الأحبة دعا قومه ليلا ونهارا سرا وجهرا ولم يترك مناسبة إلا ودعاهم بها تصور تسعمائة وخمسين سنة على الرغم من ذلك لم ييأس ولم يفقد الأمل من الله عز وجل وبقي صابرا حتى نجاه الله من القوم الكافرين على رغم من ذلك وبعد كل هذا قال ربي اغفر لي ولوالده يطلب مغفرة ذنبه انظر أخي الحبيب طريقة التفكير النبوي لماذا اختار الله هؤلاء كأنبياء أو اختارهم أنبياء فعلا لأن لديهم منهج مختلف عننا ثقافة مختلفة نحن لا نتحمل نغضب بسرعة ونيأس بسرعة ونعجل نتعجل هو صبر ألف سنة فلبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما وبعد كل هذا الصبر لم يتكبر بل زاده هذا الصبر تواضعا وقال ربي اغفر لي ولوالديا ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات انظر يطلب المغفرة بعد كل هذا الصبر أنت أنت هل قلت يا رب اغفر لي وأنت في قمة الكرب والضيق هل طلبت المغفرة من الله طيب هذا مثال مثال ثاني سيدنا موسى عليه السلام معروف أنه أوذي كثيرا من بني إسرائيل من جهة ومن فرعون من جهة أخرى يعني تلقى الأذى من فرعون وجنوده ومن هامان وتلقى أذى أكبر ربما من قومه بني إسرائيل حيث عبدوا العجل وقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلها وقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون انظر انظر إلى هذا الموقف قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين يعني أنه يا رب يعني موقف صعب تخيل أنت تعمل سنوات طويلة حتى بعملك هذا نجى الله بني إسرائيل من الذبح والقتل وأورثهم الأرض يعني أصبحوا هم ملوكا وجعل منهم أنبياء أيضا وأنزل عليهم المن وسل وأنظر كم من النعم بسبب سيدنا موسى تخيل أنت أنت مكان سيدنا موسى عليه السلام بعد كل ما قدمته لهم يقولون لك اذهب أنت وربك فقاتلا لأنها هنا قاعدون خذلوه كثيرا على رغم من ذلك لم ييأس ولم يقل يا رب لما فعلت بي هذا لما يحدث معي هذا لم يقل ذلك فإذن أخي الحبيب عندما تأخر الفرج على سيدنا موسى وتلقى كمية كبيرة من الأذى من قبل قومه هذا دليل محبة من الله له وكلم الله موسى تكليمه ليجعله ليكون من الصابرين فيستحق منزل عالية عند الله أو ما القيامة وكل الأنبياء كذلك خذ عندك مثال دعونا نذهب لسيد الأنبياء عليه السلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق وهو الذي قال الله في حقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين للكون هل هناك أكثر من ذلك وقال له وإنك لعلى خلق عظيم وقال له آيات كثيرة ويمدى هذا النبي إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك الصراط المستقيم وينصرك الله نصرا عزيزا انظر يعني فأعطاه الله يعني النبي له مكان عالي عند الله لا يصل لها بشر ولا مخلوق ولا ملك هي الوسيلة في الجنة ومن سأل الوسيلة للنبي عليه الصلاة والسلام حلت له الشفاعة شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام طيب كل هذه المنزلة ثم يبتليه الله بقوم يتآمر على قتله قريش وأرادوا إخراجه بل أخرجوه بالفعل وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم تعرض للأذى تعرض للجوع والعطش اتهموه حتى في عرضه في أهل بيتي اتهموه في نسبه سخروا منه طيب متى جاء الفرج متى حدث الفتح قبل موت النبي بسنتين فقط في السنة الثامنة لل لل بعد إقامته في المدينة ثماني سنوات حدث الفتح بعد سنتين لقيا ربه طيب لماذا يتأخر الفتح أو النصر أو الفرج كثيراً لأن هناك حكمة أو مجموعة من الحكم عد عندك أخي الحبيب وضع نفسك في هذا الموقف أنت الآن تتعرض لأذى ربما من أهل بيتك ربما من أقرب الناس إليك تتعرض لضائقة مادية تتعرض لهموم والفرج تأخر عد معي كم فائدة لتأخر الفرج فعلاً هي رسالة من الله هي محبة من الله أولاً الله يريد أن يختبر قوة صبرك وتحملك لهذا البلاء فكلما كان صبرك أكبر كلما كانت منزلتك أعلى عند الله وأعلى الناس منزلة عند الله هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أكثر إنسان صبر على وجه الأرض ليبلغ هذه الرسالة إذن رفع المنزلة عند الله الفائدة الثانية البلاء وتأخر الفرج أخي الحبيب يهذب النفس يزيل قسوة القلب يجعل القلب مرن يجعل قلبك رقيقاً نحن إذهب إلى المشافي وانظر تجد حال المريض في حالة شيء من الذل شيء من الضعف والوهن تجد قلبه رقيقاً يشعر بمعاناة غيره أكثر ممن يمتلك الصحة والمال والقوة ولذلك أيها الأحبة سيدنا موسى عليه السلام هو كليم الرحمن وهو الذي أيضاً اختاره الله وفضله على الناس في ذلك الزمن اختاره نبياً وكليماً له وأرسله لبني إسرائيل فعندما تعرض لهذا الأذى وتأخر النصر كثيراً وتأخر الفرج كثيراً سيدنا موسى لم يقلق ولم ييأس ولم يفقد الأمل من الله سبحانه وتعالى فإذا أحد أهداف تأخر الفرج قلنا أن يرفع الله درجتك عنده أن تزداد ثقتك بالله أن يختبر الله سبحانه وتعالى قوة صبرك وإذا جاء الفرج ستشعر بحلاوة هذا الفرج وتشعر بسعادة عظيمة يعني لحظة موت أخي الحبيب هناك موقف الملائكة عندما تأتي للمؤمن فتريه مقعداً في نار جهنم ولياذ بالله فيخاف المؤمن فتقول له الملائكة هذا مقعدك من النار فيما لو كنت كافراً ولكن بسبب إيمانك بالله وصبرك على البلاء وبسبب ثقتك بالله وبسبب حبك لله أبدلك الله به هذا المقعد في الجنة فيشعر الإنسان بسعادة عظيمة جداً في علم النفس أيها الأحبة هذا المبدأ صحيح أن الإنسان إذا أراد أن يستمتع بلذة الطعام كلما جاع أكثر يستمتع أكثر إنسان حرم المال فكلما طال حرمانه من المال فإذا أتاه المال يشعر بسعادة أكبر بكثير لذلك نحن حياتنا مليئة بالمشاكل مليئة بالهموم لماذا؟ لتشعر برحمة الله لأن الإنسان إذا كان كل شيء متاح له كل شيء متوفر يعيش في قمة الرفاهية سيفقد السعادة تخيل الإنسان ولد في قصر تمضي الأيام ليس هناك جديد بينما إنسان ولد فقيرا وعانى كثيرا وعمل واجتهد وكافح حتى بنى بيتا جميلا مهما كان صغيرا سيشعر بسعادة كبيرة جدا إذن السعادة تأتي بعد تأخر الفرج إذن عندما يتأخر الفرج أيضا هذا فيه نوع من السعادة لك أخي الحبيب فإذن البشرى التي أراد الله أن يمنحنا إياها كأن الله يريد أن يقول لك لا تحزن ولا تيأس ولا تقلق فإن الفرج سيكون قريبا وسوف يفرح الله قلبك وسوف يكون فيه فوائد كثيرة جدا في الدنيا وفي الآخرة سأعطيك مثال من قصة سيدنا يوسف التي أنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة في وسط الأذى الذي يتعرض له نزلت هذه السورة عليه عندما كان قومه يستهزئون به عندما اتهموه بأنه مجنون اتهموه أنه كاهن اتهموه أنه يأتي بكلام عنده يروج للأساطير وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة تصور وسط هذه الظروف الصعبة وسط هذه الهموم وهذا الضيق تنزل عليه السورة أسمها سورة يوسف عليه السلام ماذا يوجد فيها سورة يوسف انا إذا أردت أنّ ألخص لك هذه السورة أقولك هي سورة الصبر الصبر والثقة بالله إذا أردت أنّ ألخص لك سورة يوسف أقولك هي سورة الصبر والثقة بالله سبحانه وتعالى لأن سيدنا يعقوب أبو سيدنا يوسف بقي صابرا عشرات السنين لم يفقد الأمل من الله حتى وصفوه بالضلال قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم يعني الولد ذهب يوسف وأكله الذئب ومضى عشرات السنين أين ستجده بقي واثقا بالله صابرا على أذى أبنائه لم يفقد الثقة بالله وقال لهم هذا بعد طبعا بعد أربعين سنة تقريبا فقدان ابنه قال لهم يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون إياك أخي الحبيب أن تيأس من رحمة الله ومن فرج الله لأنك ستدخل في نفق من الكفر والضلال واليأس والاكتئاب صدقني لا يوجد طريق ثالث إما أن تختار طريق الثقة بالله وهو طريق صعب نوعا ما ولكنه ينتهي بالفرح أو تختار طريق اليأس من الله سبحانه وتعالى وهذا الطريق ينتهي بك إلى الكفر ولا ياذب الله لذلك هنا أخي الحبيب البشارة من الله كيف أعلم أن الله يبشرني بالفرج ويبشرني بالرحمة ويبشرني بالمنزل العالية هناك علامات الحقيقة مادمت ترضى بقضاء الله هذا رقم واحد وتصبر على بلاء الله رقم اثنين الرضا والصبر والشرط الثالث هو الثقة باختيار الله لك يعني يا رب أنا الآن أعاني من مشكلة ما وتأخر الفرج على الرغم من الدعاء طيب أول شيء أنا رضيت بهذا البلاء وأنا أصبر عليه ابتغاء وجهك الكريم وأثق أنك يا رب لا تختار لي إلا الخير صدقني هذه الشروط الثلاثة إذا كانت فيك فاعلم أن الله أراد بك خيرا ويؤخر الإجابة لأنه يحب أن يسمع دعائك لأن الدنيا أيها الأحبة وانظروا من حولكم إلى أناس فتحت عليهم الدنيا كيف السلوكهم انظر مثلا إلى بعض رجال الأعمال الذين يملكون المليارات طبعا ليس الكل ولكن البعض أو ربما الغالبية 24 ساعة منشغل بالمال بالحسابات بالأرقام بالعلاقات بالعمل بالتفكير طيب أنت هنا نسيت نفسك ولا تكون كالذين نسوا لتصل إلى المكافأة الكبرى يوم القيامة وهي الجنة أما الأموال التي تجمعها ستتركها وراءك لم تأخذ معك شيئا أبدا ولذلك أيها الأحبة عندما يبتلى إنسان بضيق الرزق فرق كبير بين إنسان مبتلى بضيق الرزق وهو يتذمر ويغضب وينفعل أو يكتئب أو ييأس وإنسان آخر ابتلي بضيق الرزق وهو يقول الحمد لله وهو يقول سأصبر ابتغاء وجه الله هناك صنف من الناس الله يصلي عليهم أن يرحمهم ويحفظهم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقسم من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه رجعون أولئك ماذا عليهم صلوات من ربهم ورحمة وإليك هم المهتدون فأنت كلما ابتليت أكثر وضاقت بك الدنيا أكثر وابتليت بالخوف ونقص من الأموال ضائقة مادية تعصف بك وابتليت بكل أنواع البلاء اعلم أن هذا دليل محبة من الله لك بشرط أن ترضى وتصبر وتثق أن الله لا يختار لك إلا الخير في هذه الحالة أنت تكون ممن تنزل عليهم صلوات الله أي رحمات الله تعيش في رحمة من الله في الدنيا ويوم القيامة تكون مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفقنا سأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم جميعا وأن نكون معهم يوم القيامة ومع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق